بخصوص نادي زمالك تسريبات العقود تسريبات العقود اللي حصلت سوابها تسريب مصطفى شلبي عقده بعد كده دونجا مين اللي بيصرب العقود وإيه اللي بيحصل فيه كلام تلاقلك قصة العقود مش عند نادي زمالك بس ده موجودة في الاتحاد موجودة عند اللاعب موجودة في المنطقة ولكن طبعا ده برضو شيء بيخلي فيه عدم استقرار بالنسبة لللاعب حتى يعني عقده بيطلع كده على الملأ وشوف الناس بتشوف بياخد كام وحاجات كتير يعني برضو دي بتخلي كمان قدارة نادي زمالك تفكر مين بيصرب العقود دي بتعمل أزمة طبعا داخل النادي في ظل الأمور ممكن تكون إدارية برضو صعبة داخل نادي يا أزمة الوينش بيرجع مرة تانية للتدريبات زي ما قلنا وموجود في التدريبات وبيتقلق وبالتالي فيه تفكير عند فريرة انه يضمه إلى القايمة الخاصة بمباراة بيرمج يوم الجمعة القادمة في ظل طبعا حاجة نادي زمالك لمجهودات الوينش الحقيقة في خط الدفاع لأن الوضع الفترة اللي فاتت خطت في نادي زمالك الأمور صعبة جدا حقيقة بالحاج أحمد بالحاج هيكون موجود فيه التشكيلة الأساسية لنادي زمالك في المباراة القادمة أمام بيراميدز وده شيء يعني لمسيته في الفترة في الماتش اللي لعبه أو الكم دي اللي لعبها لعيب كويس الحقيقة أحمد بالحاج لعب أسوان السابق ووجوده في نادي زمالك هيكون مكسب أكيد في ظل طبعا بعض الأزمات الموجودة المالية في الآن دي وبالأخص في نادي زمالك نادي زمالك باع أمام عشور إلى نادي متلاند الدنماركي حتى الآن طبعا في بعض الأمور المالية لسه ما خلصتش بستعجل المسؤولين في نادي زمالك نادي متلاند لسداد قيمة الصفقة أو جزء من قيمة الصفقة اللي متفق عليها لإمام عشور نادي تبقى موجود عشان برضو يقدر يمشي الأمور المالية داخل النادي ده بالنسبة ليه نادي الزمالك والأهلي